موسيقى خلال تقباله وزير الخارجية الروسي الرئيس السيسي يشدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية روسيا تعلن تدمير سفينة حربية ومستودع للصواريخ في أدسة الأوكرانية صبيحة إعلان الصحة العالمية جودري الكرادا حالة طوارئ صحية الإمارات تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت برينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وخلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجيلا بروفا أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة البمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات من جانبها أطلع وزير الخارجية الروسي رئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء وأيضا قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات أجرى وزير الخارجية سمح شكري مباحثات مع نظيره الروسي سرجالة برعبة وتناولت المباحثات مجمل موضوعات التعاون التنائي بين مصر وروسيا سبل تعديثها في شتى المجالات فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية وأكد وزير الخارجية سمح شكري على العلاقات الوطيضة التي تجمع بين مصر وروسيا مشيرا إلى التعاون المشترك لتحقيق مصالح شعبي البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سردي لفروف أكد شكري أن العلاقات بين القاهرة ومسكو تاريخية وتشمل العديد من المجالات ثم أخذنا جلسة مباحثات مرفردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول عميق لمجمل العلاقات السنائية فيما بين مصر وروسيا الاتحادية هذه العلاقات علاقات تاريخية علاقات تتسم بالصداقة علاقات متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ونتطلع لاستمرار التعاون الوثيخ على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ومرعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي كان دائماً العناصر التي ترتكن لها العلاقات المصرية الروسية وكان دائماً مصلحة الشعبين هو المصلحة الحاكمة والمسير الرئيسي لتحقيق المصلحة لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية مشاريع القومية الكبرى وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيخة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين هذا وشدد شكري على ضرورة انتهاج سبيل للحوار لتواصل لتسوية ديبلوماسية للأزمة الأوكرانية وأشار شكري إلى تأثر مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية كغيرها من اقتصادات العالم بسبب تداعياتها على الأمن الغذائي والثاقة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد شكري أن حل دولتين أمر أساسي لاستقرار المنطقة أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا حيث أكدت مصر مرة أخرى همية التوصل إلى حل ديبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي فيما يتعلق بالطاقة الاقتصادية العالمية وتأثرها بالتضخم وسلسل الإمداد وانقطاحها كلها أمور يجب العمل على تجنبها لأننا نأتي بعد أخاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية همية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعصمتها القدس الشرقية أكد وزير الخارجية روسي سردي لفراف على وجود اتفاق في الرؤى مع مصر حول العديد من القضايا الإقليمية مشيدا بتطور في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شوكري أشار لفراف إلى زيادة حجم تبادل التداري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولار لفتا إلى وجود مباحثات بناءة بشأن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نبي إجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتي بين مصر وروسيا الاتحادية في العام الماضي دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري وروسي هناك تطور بناء في العلاقات المصرية الروسية لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات كان هناك منتدى بوترسبورغ الاقتصاد الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة في إطار هذا المنتدى لقد تم زيادة تبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليار دولارات وهو زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بسنوات الماضية هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية كما أكد لفروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العقوبات الغربية تلعب دورا كبيرا في الإضرار بإمدادات الغداء العالمية أضاف لفروف أن المباحثات تضمنت تناول عدد من القضايا الإقليمية مؤكدا أهمية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وأقامة دولة فلسطينية إلى جانب ضرورة توصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية هناك تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية وعلى مدى سنوات ماضية كبيرة كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثر عليه بشكل كبير الكورونا وانتشار تلك الجائحة في العالم في مصر بين روسيا وأفريقيا هناك علاقات كبيرة في الأوضاع الحالية هناك حقوبات فرضت بشكل كبير على روسيا وهي توعيق بشكل كبير لتطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية وبما في ذلك عقوبات تتعلق بأمور وعوائق جمركية وعوائق في المواند الدولية لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتلوا الاهتمام المشترك من دولتين خاصة فيما يخص دور المصر في أفريقيا وشمال أفريقيا تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط خاصة الصراع العربي الإسرائيلي ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية ويجب أن تتم إنشاء دولة فلسطينية ويكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحدثنا عن ليبيا حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعها لتسوية الأوضاع في ليبيا كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعرضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية بالجيزة وخلال لقاء لمتابعة عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة خاصة في قطعات الطرق والخدمات والمرافق كلف مدبولي بأن يتم الإسراع في أن يعرض على مجلس الوزراء تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية في المحافظة لإقامة مجموعة من المدارس وهو ما يسهم في تقفيد الكثفات الطلبية بالمدارس أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق الثلاثين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية هذا يشمل قرار رئيس الوزراء العاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 33 طن في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وتم ضبط 605 قضايا في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت قرابة 25 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن معنيهم بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله خدمة للقضايا والمصالح العربية مشيرا إلى أن بلاده تأتي في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولة عربية وشعوبها وخلال حوار مع صحيفة رأي أكد العاهل الأردنية أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها فهي القضية الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم كما أعرب عن دعمه لتحقيق التعاون الإقليمية خصوصا في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والدوائي والبيئة وغيرها مشيرا إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في قمة جدة للأمن والتنمية تبرز الأهمية الاقتصادية والسياسية لباقي الدول المشاركة معربا عن أمالها أن تسهم مخرجات قمة جدة في بلورة رؤية جديدة للأقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادية والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة وفي الأزمة الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إنه مقتنع بأن العملية الروسية لم تحطم بلاده ولن تحطمها أضاف زيلانسكي أن الحياة لم تتوقف في أكرانيا بسبب الحرب مشيرا إلى أن بلاده ستتحمل ما يحدث وستدافع عن مقدراتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير سفينة أوكرانية وصواريخ هاربرن الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوداسا الأوكراني بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع لإصلاح السفن بالميناء يأتي ذلك في مقال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي مما يهدد الاتفاق الذي تم توقيعه للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وصلت أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من ميناء أوداسا على البحر الأسود رغم هجوم ساروخي على الميناء نسبته أوكرانيا والغرب لروسيا وقال مسؤولون في الحكومة الأوكرانية إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية حيث لم تلحق الصواريخ أضرارا كبيرة بالميناء بين انفراجة وانتكاسة تتأرجح مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء أوداسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بسبب حالة الكر والفر بين روسيا وأوكرانيا في ميدان الحرب أوكرانيا وصلت جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوداسا والموانئ الأخرى رغم هجوم صاروخي نسبته أوكرانيا والغرب لروسيا فيما نفته موسكو في المقابل الضربات على ميناء أوداسا جاءت غدا تتوقيع اتفاق لتصدير الحبوب بين موسكو وكييف ينص أبرز بند فيه على إقامة ممرات آمنة من شأنها السماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود وقد تعهدت موسكو وكييف بعدم مهاجمتها وسيكون الاتفاق صالحا لمدة 120 يوما وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم الحصاد الجديد في المقابل حصلت موسكو على ضمان بأن العقوبات الغربية لن تطبق بشكل مباشر أو غير مباشر على صادرات الأسمدة والحبوب الروسية وأوداسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود وبالتالي فهي تعتبر منفذا ضروريا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية هذا وقد أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهما دولتان توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والزيوت مما شكل ضربة قوية للدول التي تعتمد بشدة على هذين البلدين في إمداداتها الغذائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأوضح المستشار الاقتصادي لزيلانسكي أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 60 مليون طن من الحبوب في حال بقية الموانئ مفتوحة ترجمة نانسي قنقر وبالعودة إلى الخبر الأبرز في نشاطنا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجي روسي سيرجاي لفروف استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجاي لفروف وزير الخارجية الروسي وذلك بحضور السيد ميخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد لافروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الآرابة عن التقدير والتحية إلى سيد الرئيس كما تناولت بعض موضوعات التعاون السنائي بين البلدين والآرابة عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات السنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا كما تضمنت الرسالة الآرابة عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزرية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى سيد الرئيس فلاديمير بوتين مثمنا سيادته مسيرة التعاون السنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات أضف المتحدث الرسمي بأن سيد لفروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار السنائي أو المتعدد الأطراف اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات السنائية في إطار علاقات التعون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة وأنيس ريوناشي عن قرارات مقبلة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة هذا وأصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس قرارات بلدية منذ منتصف يوليو لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة بالتزامن مع موضة حر استثنائية تشهدها فرنسا وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها مع غرامة تصل إلى 750 يورو لكنها ستركز في البداية على التجار أظهرت إحصاءات وكالات مراقبة السوق بالبرازيل لارتفاع سعر التجزئة للحليب في بعض مناطق البرازيل بأكثر من 20% مؤخرا رغم كونها أكبر منتج للحليب في العالم وقال أصحاب المزارع والاقتصاديون المحليون إن الجفاف المستمر وارتفاع أسعار الأعلاف وقلة إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا هي الأسباب وراء ارتفاع أسعار الحليب تعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأمريكي اجتماعا بعد غد الثلاثاء لبحث زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتروح حاليا ما بين واحد ونصف وواحد وخمسة وسبعين من مئة في المئة يهدف هذا الإجراء الذي جعل القروض أعلى تكلفة على الأسر والشركات وذلك سعيا لإبطاء الاستهلاك في ظل تضخم يتواصل تسارعه إلى 9.1% على أساس سنوي مع الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة في كندا أدى التضخم المرتفع الناجم عن زيادة أسعار الفائدة إلى احتمالية كبيرة للركود في سوق العقارات واستمر معدل التضخم الاستهلاكي في كندا في الارتفاع مؤخرا حيث وصل إلى 8.1% على أساس سنوي في يونيو وذلك بعد زيادة بنسبة 7.7% في مايو وهو أكبر تغيير سنوي منذ يناير عام 1983 وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماجيد بودن أستاذ القانون الدولي متابعا من فرنسا دكتور ماجيد برأيك إلا متى تستمر الأزمة العالمية الخاصة بالتضخم في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تأثيراتها على أسواق النفط والغداء وأيضا إمدادات الغداء كل هذه العوام المرتبطة ببعضها البعض الحرب الروسية على أوكرانيا ستستمر بفترة طويلة الآن وهذا بك من المؤكد هذه الحرب تؤثر على سعر الثاقة تؤثر على سعر الغداء ولكن سعر الثاقة والغداء سيبدأ الآن في النزول وبالتالي فإن القفاء الأسعار لن تكون هيكلية سوف تكون ضرفية ولكن لمحاربة غلاء المعيشة ستضطر البنوك الميكزية لترتيع في نسبة الفائدة يعني في نسبة الإداءة المديرية للفائدة ومن هنا ستنخفف بعض القطاعات مثل قطاع العقار سينخفف بدأ ينخفف بدأ يستقر في أوروبا وبدأ يستقر في الولايات المتحدة الأولوجية وكندا وسيبدأ في الانخفاض لأن لما ترتفع أسعار السائدة تتوجه بعض الأموال إلى السوق المالية وتنسح من السوق العقارية وبالتالي فهذه المسألة هي دورية وليس فيها قلق كبير هناك قلق مؤقت مؤقتة الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا وخاصة في أوروبا يعملون على أن تستقر الأسعار وستبدأ الأسعار تستقر نرى كذلك أن سعر النقل في العالم والذي يؤثر على السعر النهائي للمواد التجارية بدأ ينخفف بـ 40% في الأسبوع الماضي وسيستمر في الانخفاض وبالتالي الأمور ستنخفر من ناحية سعود الأسعار سعود الأسعار لا يمكن أن يكون مستمر ولو استمرت الحكم الأكرانية نعم طيب في رأيك يعني ماذا استمرار الاقتصادات الكبرى في أتضرر من الأزمة بجانب بالطبع الاقتصادات النشئة يعني في ظل ما يطرح الآن من حلول للتعافي اقتصاديا الاقتصادات الكبرى وهي الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي تتضرر مؤقتا ولكن لها إمكانية أن تأخذ على عاتقها هذه الضربات التي تأتي من هذه الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن إن كانت امتصاص هذه المثلة هي صعبة في الفترة الأولى أي ستتمر إلى ستة ستة أشهر والآن نحن نقترب إلى ذلك ولكن بعد ذلك يمكن امتصاص العملية بكاملها لأن لها قدرات مالية أكبر من من ضربات هذه الحرب على الاقتصاد نعرف أن الحرب الروسية الأكرينية الآن ليست حرب عسكرية فقط هي حرب كذلك اقتصادية ومالية ولكن الاقتصاد الكبرى لها الإمكانية لانتصاد ذلك ولم تنفس ذلك ستساعد كذلك اقتصاد ذي البلد الناشئة المثلة التي ستعترض بلدان الناشئة هي مسألة الارتفاع في ارتفاع قيمة الفوائد ستفضغ بها في مسألة الديون وبالتالي يجب الآن فتح مفاوضات بين تلك الدول وبين الاقتصاد الكبرى لكي يقع الحد من ارتفاع الديون الذي هو ارتفاع بسبب هذه الحرب أي لأن الفعار الشائد ارتفع أشكرك الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي من فرنسا أفاد تقرير لمؤسسة ANZ Research المالية بتعرض قطاع العقارات الصينية المضطرب لضربة جديدة هذا الشهر حيث توقف المستثمرون عن اتمام أقصات الرهن العقري لوحدات ضمن مشاريع غير مستكملة وتمثل الرهون نحو 20% من كافة القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية برمتها بحسب ما أفاد هذا التقرير وجاءت المقاطعة في وقت يكافح فيه العديد من المطورين للتعامل مع الديون المترقمة والمخاوف من إمكانية تفشي الأزمة لتشمل باقي قطاعات الاقتصاديين الصيني والعالمي رصدت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية بعض المعوقات أمام عودة قطاع السياحة في أوروبا إلى سابق عهده ومكافحته لتلبية رغبات السفر لألاف السائحين وسط قيود جائحة كورونا وقالت الصحيفة أن نقص العمال الحاد في قطاع السياحة خلال موسم الدروة بسبب نزوح العمال خلال فترات الإغلاق الافتراضي للصناعة في عام 2020 أكبر مشغل السياحة في أسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال على زيادة الأسعار وقطع بعض الخدمات بدورها دعت تقديرات المنظمات المحلية والنقابات العملية في أوروبا إلى ضرورة توفير أكثر من 400 ألف وظيفة في صناعة السياحة في دول منطقة اليورو الجنوبية أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسديل ثلاث حالات جديدة لقدري القرد وأوسط الوزارة المواطنين والمقيمين في الإمارات بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية وأخذ التدبير الوقائية عند السفر والتجمعات مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم على وعلى العمل المستمر لضمان جاهزية القطع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعضية ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في روسيا بسبب انتشار جدر القرد وفي بيان لها ذكرت الهيئة أنه تم تأكيد إصابة حالة وحيدة بمرض جدر القرد مشيرة إلى أن المصابة يطلق العلاج في مستشفى للأمراض المعضية ولا تتير حالته الصحية أي مخاوف وأضافت الهيئة أن السلطات الصحية الروسية تمكنت من تجنب انتشار المرض بسبب عزل المريض في وقته مؤكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد وباء جديد ومخاطر صحية جديدة تهدد حياة الملايين حول العالم حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفاشي جدر القرد أصبح سريع الانتشار بما يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة المنظمة التي رفضت لوقت طويل أعتبار جدر القرد حالة طوارئ عالمية لجأت إلى ذلك القرار في ظل الانتشار غير المسبوق للمرض الجلدي الجديد مما أصبح يثير قلقا دوليا يستوجب دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يفتح الباب أمام التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج وجرى تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدر القرد في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا البيت الأبيض من جانبه وصف أعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يمثل دعوة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف انتشار هذا الفيروس خاصة بعد أعلان واشنطن تسجيل أول حالتي إصابة بجدر القرد لطفلين وأفادت معطيات منظمة الصحة العالمية أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة أي أكثر بثلاثة أضعاف مما سجل حتى منتصف يونيو ليشكل هذا العدد 90% من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو مما جعل أوروبا بؤرة لانتشار جدر القرد تشابه أعراض الإصابة بجدر القرد مع أعراض الانفلونزا بخلاف ظهور بثور على الجلد مليئة بالصديد يزيد من التحديات الصحية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن والتي تستوجب تكاتفا دوليا من أجل تحقيق شفافية تبادل المعلومات لاتخاذ القرارات السليمة في كافة الدول فضلا عن التعاون في إنتاج اللقاحات والأدوية العلاجية لحماية الملايين حول العالم من خطر الإصابة بذلك المرض الجلدي خاصة في الدول الأفريقية التي يعاني مواطنوها العديد من التحديات أكد وزير الصحة النمسوي يوهان سراوخ أن اجتماعا سوف يعقد غدا الأثنين بين الحكومة وحكام الولايات لمناقشة تطورات أزمة وباء كورونا بعد ارتفاع الإصابات اليومية في البلاد وقال وزير الصحة أنه قد يتم إقرار إجراءات جديدة لإعادة تنظيم عزل المصابين بالفيروس ومنها تقليص فترة الحجر الصحي أو إلغاءه وذلك على رغم من تزايد الإصابات وعشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى موضوع الحجر الصحي يتضمن جدول أعمال الاجتماع تعديل بعض الأدوية الخاصة بوباء كورونا في الصين قالت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت 980 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 129 إصابة مصحوبة بأعراض و853 بلا أعراض وأضافت السلطات الصحية أن شنغهاي المركز المالي للصين سجلت ثلاثة إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض فيما لم تسجل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة سجلت السلطات اليابانية 176 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد وذكرت هيئة الإضاءة الياباني أن السلطات سجلت أيضا 25 وفاة جديدة فيما بلغ عدد الحالات الحارجة بالمستشفيات 233 حالة يذكر أن إجمالية حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى 11 مليون و389 ألفا فيما بلغ إجمالي الوفيات 31 ألفا وتسعة مائة وخمس عشرة حالة أعلنت كوريا الجنوبية تجديد إجراءات دخول البلاد اعتبارا من غدا لتنين وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا وأكدت السلطات الصحية الكوريا الجنوبية في بيان أنه من المكرر يلزام جميع القادمين من الخارج اعتبارا من الغد بإجراء فحص بي سي آر وذلك في غضون ثلاثة أيام من دخولهم البلاد أهلا بكم من جديد وللمزيد من المتابعة والتحليل عن إعلان الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رياض درقاوي اختصاصي في الطب المخبري واستشاري في المناعة تحياتي لحدتك دكتور انتشار جدري القردة وإعلان الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية مع إعلان الإمارات الآن تسديل ثلاث إصابات جديدة برأيك ما خطور التفشي هذا المرض وما الإجراءات التي يريد اتخاذها للحد من انتشاره مرحبا شكرا في إضافتكم في الحقيقة أن هذا المرض هو مرض فيروسي ينتشر حاليا في العالم كما لاحظه من بداية شهر يار الماضي شهر خمسة الماضي لكن سرعة انتشاره ليس شديدة الملفت في النظر هو أنه يتابع انتشاره رغم الإجراءات التي تم بالأصل اتخاذها من قبل كل السلطات الصحية ومن قبل منظمة الصحة العالمية منذ لحظة بدء هذا المرض يجب إذن أن ننتبه ويجب أن يعني كأطباء وكوزارة صحة وسلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية يجب أن تعطي يعني يجب أن ننتبه ونرفع درجة التعهب ونقول أنه لم نستطع الحد من انتشار هذا المرض يعني الخطورة ليست هي في انتشار هذا المرض لعدد كبير من السكان كما حصل في الكوفيد كما تعلمون وكما عصرنا ذلك جميعا ولكن هو في عدم القدرة على الحد من هذا الانتشار المفروض أن لا ينتشر هذا المرض الوضع الطبيعي أتكلم عن الوضع الطبيعي في كل هذه البلاد والأصل لأنه كان مستوطن في أفريقيا في الكونغو في نيجيريا في جمهورية وسط أفريقيا وبالتالي دائما كانت الحالات التي تنتشر في السابق عبر أوروبا أو عبر أمريكا كانت هي حالات قليلة وكانت تأتي أصلا من الناس جاءوا من أفريقيا أما الوضع الحالي هو أن هناك حالات انتقال تحدث في الدول نفسها التي لم يكن فيها الدواء لا مستوطن أغفرت نقطة مهمة أنه يحدث انتشار شديد للمرض رغم الإجراءات الاحترازية التي بالفعل الدول متخذها لتفادي فيروس كورونا كيف وهناك إجراءات احترازية في دول عديدة إجراءات شديدة ومع ذلك يتم انتشار فيروسات أخرى تماما ولكن مرة أخرى يجب أن ترفع درجة التأهب على كل مثلا إذا كنت أريد أن أعطي مثال عملي ففي فرنسا أي حالة الآن تجري أو يشك فيها بفيروس جدر القردة فيجب تحويلها لا يتعامل مع الأطباء أي طبيب أو أي مخبر لكي نعمل البي سي آر ونؤكد التشخيص بل نرسل الحالات كلها إلى مشافي بعينها محددة حسب المناطق لكي يتم أولا التعامل بشكل جيد وأمين مع هذه الحالات ثانيا لكي يتم الإحصاء وإجراء الفحوص الضروري اللي لازم التشخيص وثالثا يجب أن يتم التصريح عنها ومعرفة عدد ونسب دكتور رياض هناك تشابه في الأعراض بين مرض بودري القردة والأنثلونزا وكورونا فكيف هل هذا يزيد من التحديات بالنسبة للأطقم الطبية لا شك في ذلك لأنه في بداية المرض بالضبط كما قلتم تحت الأعراض نظلة وافدة يعني الإنفلونزا العادية وتبقى فترة الحضاني قد تبقى 5 إلى 21 يوم وغيث ما تظهر الأعراض المميزة التي هي الطفح الجلدي خاصة الزهر على الوجه أو في المناطق التناسلية أو على راحة القدمين وراحة الكف الكفين غيث ما تظهر يكون الإنسان قد عدا شخصا آخر فنعم هناك صعوبة في حصر هذه الحالات ولكن أريد أن ننوه إلى أنه معظم الحالات حاليا على الأقل في فرنسا وتصور حتى في البلاد الأخرى ولكن عندي الأرقام في فرنسا الدقيقة هناك فقط أربعة من النساء وطفلين وباقي المصابين كلهم رجال ومعظمهم أكثر من 80% منهم هم من المثليين جنسيا وبالتالي يجب على هذه الفئة أن تنتبه أكثر لهذا الموضوع وأن نعرف جميعا أنه هنا الخطورة بشكل خاص أي إنسان مثلا يتعامل مع أشخاص بهذا الإطار فيجب أن ينتبه أكثر من المجموعة السكان هذا بفقد أيضا شيء جيد لمعرفته لكي نعرف أين الخطورة وأين الحذر أكثر يجب أن يكون نعم أشكر الدزيل الشكر دكتور رياض درقاوي اختصاصي في الطب المخبري واستشاري في المنع شكرا لك أطلقت مدرية الصحفي أسوان القافلة العلاجية بقرية الخبر التابعة لمركز دراو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنت القافلة التي تستمر حتى الغد عشرة تخصصة طبية مختلفة ومعملا للطفيليات ومعملا للدم وتوفر القافلة نحو 130 نوعا من العلاج الذي يقدم مجانا للمواطنين نحن النهاردة في قرية الخبرة التابعة لمركز دراو ننفذ القافلة الطبية على مدار يومين فكرة القافلة الطبية هي عبارة على مستشفى ميداني متنقل نحاول نوصل الخدمة لأهلنا والناسنا في المكان اللي هم متواجدين فيه القافلة تضم عشر تخصصات طبية مختلفة بدأتضم صيدلية فيها أكثر 130 صنف بالمجان عندنا خدمة الأشعة العادية عندنا خدمة الأشعة التلفزيونية عندنا معمل التفايليات عندنا معمل الدم بتوجه المواطن الحصول على خدمة طبية المطلوبة بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصصية أو الاستشارة في كل تخصص لو محتاج علاج دوائي أو أشعة بيعملها عندنا في القافلة بالمجان لو محتاج تدخل سنوي أو رعاية سنوية بنوجهه لأهرب مستشفى تابعة المدرس وصحية محافظة أسوان ومستقبله بقى الإجراءات للحصول على الخدمة الطبية كاملة متكملة سواء تدخل جراحي أو أشعة مقطعية أو رعاية مغناطيسي أو سواء للحصول على علاج الشهر للأمراض المزمنة زي ما أنا لحضراتكم القافلة الطبية المجانية بتنظمها وزارة الصحة في زر مبادرة سيد الرئيس حياة كريمة للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجة انتهت النشرة وإليكم أهم العنوين خلال استقباله وزير الخارجية روسي الرئيس السيسي يشدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية روسيا تعلن تدمير سفينة حربية ومستودع للصواريخ في أودسا الأوكرانية صبيحة إعلان الصحة العالمية جدر القردة حالة طوارئ صحية الإمارات تعلن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة وصلنا إلى ختم النشرة تتكون من التلفزيون المصرية شكرا للمتابعة ودونتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر